فكان لازم وحنا بنحتفل بعيد العمال نتكلم عن هذه السردية نتكلم أيضا عن تميز جوابات الحراجي الجط إزاي كان ليه دور في توثيق رحلة عمال بناء السد العالم كيف كان لهذه الشخصية الخالية اللي أبدعها الخال عبد الرحمن الأبنودي أنه يلخص فيها مراحل بناء السد العالم بصحبتنا الشعر والمؤرخ شعبان يوسف هنتكلم عن هذه الخطابات الأدبية ودورها في توثيق رحلة بناء السد أهلا بك فاك أهلا بحضرتك في البداية خلالنا نتكلم عن فكرة الجوابات اللي كتبها الخال ماذا أراد أن يوصل بيها عدد من الرسائل للمصريين أنا ذاك هو طبعا بداية نتكلم عن الاسم حراج القط حراج الاسم منتشر في محافظة قنة وجاي من حرجة حاجة اسمها الحرجة حرجة دي مكان وهو اسم حد شوية ومعروف يعني فطبعا الرسائل هم 14 رسالة متبادلين ما بين الرسطة حراجي اللي هو كان مزيالع أساسا في البلد وكان بيمسك الفاس فانتقل من انتقل انتقال مكاني ثم انتقال مهني ثم انتقال إنساني انتقال مكاني من محافظة قنة اللي هي محافظة عبد الرحمن الأبدولي نفسه ثم انتقال مهني من فلاح مزارع إلى عامل بيركب البردوزر ثم انتقال إنساني لأن الجو اللي كان بيحيط به في البلد أو في الحقل أو في النجع غير الجو اللي بيحيط به في أسوان أسوان طبعا أكثر حرارة نعم أكثر حرارة لا الجو الإنساني يعني هناك الإنسان الأسواني مختلف إلى حد كبير جدا عن الإنسان في قنة ثانيا أنه لما راحل سد العالي هو طبعا ابتدى العمل في السد العالي من سنة 61 وكان فيه استضافة أو استدعاء أو استعانة بالروس لأن الروس عندهم مهندسين للسد العالي نحن كانش عندنا مهندسين سدود أصلا يعني ولكن اتعلموا مع الخبرة يبقى فيه مهندسين سدود وعبقرة في نفس الوقت فالمناخ اللي عاش فيه الإنساني ده مختلف إلى حد كبير عن المناخ اللي كان فيه محافظة قنة باختصار الرسائل دي هي التاريخ الوجداني أو الإنساني للعامل في السد العالي بالمناسبة يعني اتعاملت حاجات كتير جدا عن إنسان السد العالي ولكن كانت الجوابات 24 رسالة متبادلة بين حراجي وفاطمة هو بيقولها فاطمة بن نون كمان والقسطة حراجي فيه كتاب صدر في سنة 67 ليسو العالي إبراهيم وكمال الإلش ورقوف مسعد اسمه إنسان السد العالي برضو عن العامل وفيه كتاب تاني برضو اسمه التاريخ الإنساني السد العالي وده مجموعة شهادات العمال ومهندسين ده كتاب مهم صدر من سنوات لكاتب المعروف يوسف فخوري فالرسائل أولا نقدر نقول إن الأبنو دي لم يطرح فيها سيكولوجية أو نفسية حراجي فقط لغير ولكن طرح ناس كتير جدا اللي أسطة طلعت المهندس طلعت اللي بيقوا عليه أسطة هناك اللي هو خده من إيده وعلمه حاجات كتير جدا هو اللي خده من إيده من أول ما كان فلاح ولحد ما راح السد وبدأ ينقله من خطوة إلى خطوة نعله من طور الفلاح لطور العامل بالضبط كده في نفس الوقت تشعر حتى من جوابات هو من جوابات فاطمة إلى حراجي إنها مش فهمة عن إيه حكاية السد وفي الآخر خالص بتقوله إنه بيسيبك أنت جعدت ست سنين في السد تعالى هو السد أنت هتاخد منه حاجة هو أبوك السد والنمك يا أخي تعالى شوف عيالك شوف عزيزة وعيد عزيزة وعيد دول أطفال ابناء الأبناء حراجي فطبعا هو بيفهمها يقول لها أنا من يومي وانا عارف أني هكون عامل هكون قصة فطبعا فبيوصف وبيقرخ تاريخ وجداني وإنساني ونفسي للعامل في السد العائل لما بتعامل مع الدلاميت بيقوله على اليد بيقوله على الدينامية الدلاميت لأنه برضو فيه لكنة وفيه يعني لما تقرأ لحضرتك الكتاب كل كتاب الرسائل هتلاقي لما أنت سمعت دلوقتي البص البص ده إيه؟ البص ده هو أنت عارف كوز الدورة لما بيحرقوه فلما تحول آي بالزبط الأوالح ولما تتولع والتحاول الرفاح بيسموا عليه البصاية أنت دست على البصاية فيه في اللهجة فيه حاجات كتير جدا الدلدلت من القطر طبعا بيوصف بيوصف لحظة الرحيل من البلد إلى السد العائل هو راحين المجول كل العمال اللي كانوا خرجوا من اللي بانا السد معظم أبناء السعيد أصلا وفيه ناس من القاهرة كمان بس هو معظم أبناء السعيد يعني سد العالي لم يكن مشروعا يعني لإنقاذ مصري من فيضانات ومن أشياء كسرة جدا لكن هو كان مشروع تشغيل كبير السيمة ما يعرفش السيمة هو بيوصف هنا إزاي السيمة جات لهم في الجاب المكان والجاب الشاشات والجاب بتاع وابتدأ يتطلطح يتطلطح دي يعني يعمل كده فيبتدأ يتطلطح يتزاحم يعني حاجة كده فيتفرجوا على السيمة وجاعدوا جاعدوا على الأرض عشان يفرجوا على السيمة وعلى الشاشة وعلى حاجات ما كانوا ش يعرفوها هو الإنسان اتغير إنسان السد العالي اللي أبداعه الأبنودي وأعتقد أن دي فيها بعد حقيقي أو بعد واقعي للأبنودي الأبنودي كان في سنة 61-62 أعتقد هو كان في الجيش ولكن كان بيروح السيد العالي هو كان بيشتغل كتب محكمة بالمناسبة ولكن إخواته وأهله اللي ادعمه فعارف لأنك لما تقرأ الكتاب أو تقرأ الرسائل دي من أبدع ما كتب الأبنودي يعني هو قادر على يعني مثلا عنده دوان تاني اسمه وجوه على الشط عنده دوان تالت اسمه عمليات التالت دوين دول وسيلة أحمد سمعين دول جزئين فدول بيتحرف فيهم الشعر ليس أبعادا جمالية في حزب ولكن أبعادا نفسية أيضا نفسية واجتماعية وأيضا تاريخية حتى بالزبط بالزبط زي ما حضركم تكلم الخالي عبد الرحمن الأبنودي في الوقت ده تحديدا في الستينيات القرن اللي فات كان فيه حراق عمالي والصناعي كبير جدا في مصر وكان فيه حماس في هذا التوقيت في المجتمع المصري للعمال بشكل كبير جدا صحيح شفنا فيه هذه الخطابات أجابات حراج الأجوت زي ما اسمنا حتى جزء منها زي ما حضرتك قلت الخال بيوصل من خلال كلمات تبدو بسيطة وبلكنة صعادية بحتة علاقة أولا المصري أو المزارع أو الفلاح بزوجته اللي إحنا عندنا فكرة تانية خالص عنها صحيح حتى خطاباتها معي دي حاجة تانية حاجة فكرة حتى توثيق اللي كان بيحصل من المشاعر إنسانية للحلم للحماس اللي هم يشوفوا السد للألم والمعناة وطعوبة الموقف اللي كانت موجودة صحيح إزاي قدر أن هو يوصل كل ده من خلال جوابات بلكنة تبدو بسيطة ولكن لو بصنا فيها هي عميقة جدا جدا هو طبعا حضرتك كلام الأبنودي مع فاطمة الحوارات اللي بينه بن فاطمة حتى فيه وزي ما قلت حضرتك إن فعلا بيغير وجهة نظرنا عن العلاقة بين الرجل والمرأة وهو حتى لما بيقول لها الجوهر المصونة المكنونة والرجل المكنونة في النص كده في النص الكتاب بيقول أن أنت عجبان احتاج الجوهر المكنونة أنت كل حاجة وبيكلم كلام غير طبيع بعفوية شديد جدا وعفوية ولكن فيها عمق في نفس الوقت صحيح يعني يعني العفوية دي على فكرة بتحوي على العمق لأنها بتجيبه الحاجة الجوانية اللي ما بتقولهاش فيه الإفتعلات يعني هو الكتابة مش مفتعلة فهي بتكلمه في بعض المقاطع أو الرسائل ليه الإنساء المرأة الست يعني ليه المرأة ما تشتغلش أنا هنزل أشتغل وإنت تشتغل هناك وأنا هشتغل هنا وعند جراطين وهنزل أزرع وأخذ المزروع وهروح به السوج وبعدين وعزيزة وعيد هو ما فيش رسالة تقريبا متبادلة بينهم بعض إلا بتكلم على عزيزة وعيد ولاد بالضبط وإنهم لما هيكبر هيكتبوا الجوابات وطبعا هيكت بتجيب ناس يقولوا الجوابات ويكتبوها ولكن بتتكلم فيه لحظة إنسانية رهيبة جدا بتتكلم فيها عن إن أول ما يوصل للجواب تقولوا أنت مش حارف إيه اللي بيحصل لأنا بس بحاول أتماسك جدا من الناس وأنا بمسك الجواب ووريه للناس ووريه العنوان طبعا ده الدوان طبعا الأولى في سنة 69 وعملها الفنانة عز فهمي وحطى الخاتم كان الجوابات زمان أيام الولاء بيتحط في الختم وحريص في كل جواب إنه يقول زوجت هو قيل فاطمة بنتحمد عبد الغفار وفي الأخير من زوجك اللي هو استحراجي فبالتالي نكمل كلامنا عن نقطة دية فاندب بس نسمع كمان جزء من جوابات حراج الجط ونرجع نكمل كلام تمام تمام بعيد والجطر صرخ ورمح لكأنه داس على بصة نار ولجطر حس جريب جد ما كنت بعيد جلبي معاك يا حراجي هناك فزوان ورميت نفسي وسط الجدعان وبلد وبلدنا اللي كنا بنمشيها في نص نهار كان الجطر في لحظة فاتها بمشواء سمحين يا فاطمة عالتأخير ولو الورجة يا بيت الخال تكفي لأعبيلك بحر النيل والله بكفي كلام وختاما ليس ختام ببعتلك ليكي والناس الجبلاية والبتي عزيزة والودي عيد ألف سنة زوجك لصطة حراجي ملحوظة اكتب على المظروف أسوان زوجي الغالي لصطة حراجي القط العامل في السد العالي أسوان لصطة حراجي القط العامل في السد العالي زوجي حراجي فوصلنا خطابك شمينا فيه ريحة الأحباب ربنا ما يوري حد غياتي طب مش أول مرة البصطاوي خط حتبت الضار عمرنا يا حراجي مجالنا جواه إنه بساعة مرزوق البصطاوي ما نده كده زي ما كون دجت في حشايا النار زي ما كون العمر بيسدو بعد ما كان كالدهن اتأخرت مسافة كبيرة كبيرة علي عارف فاطمة يا حراجي لا ليها عائل ولا خي ليه تتأخر كده حراجي طب والنبي وكأن ورقتك دي أول جنديل يتهزف جوه في الضار أول ندعى الضو الضار من غيرك يا ابو عزيزة هو وعزيزة وعيد من غيرك يا حراجي زي اليتمى في العيد الواد على صغره حاسس بالغربة وبالبق ولا حتى بيطلع يلعب في الجماري مع الولدة طلع وأخش أطلع وأخش غيمان زي الي محرق له دكها ويقول لي فين يا مصوان وابا سابنا ليه يما ما يمكن زعلاء شهرين يا بخي ستين شمس وستين ليل النبي يا حراجي ما طول قلبك لك ضع بسنان الحتة الجاسية يعني إبداع ما بعده إبداع وثقوا الخالي عبد الرحمن الأبنودي في هذه القصائد اللي استقبلتها الآياد المصرية أكيد بتلاهف شديد وكتبت عنها أيضا الصحف المصرية في ستينيات القرن الماضي وقالت أنه تلخيص لحالة إنسانية عظيمة بشخصيات ابتكرها الخالي عبد الرحمن الأبنودي وأصبحت أشهر شخصيات يمكن عدد كبير من المصريين يعتقد أنها شخصيات حقيقية ولكنها شخصيات خيالية يعني وثقت رحلة بناء السنة بنعود مرة أخرى لضيفنا الشعر والمؤرخ شعبان يوسف ويمكن السؤال بيأخذنا هنا الحتة كيف استقبل المصريين هذا الدوان يعني كيف كتبت الصحف المصرية في ستينيات القرن الماضي عن جوابات حراج الأبن كيف أصبح عزيزة وعيد وفاطمة وحراج الجط من أشهر الناس اللي شاركوا في بناء ملحمة السنة أولاً الفكرة الدوان فكرة كانت جديدة على المصريين يعني احنا كان قبل الأبنه دي كان فيه صراحة جايين وفقاد حداد وطبعاً قبلهم برمت تونسي وبدايا خيري وكانت رسائل مفرادة لكن على فكرة دي تتعملت مسرحية بالمناسبة مسرحية غنائية آه فلما الأبنه دي كان فاتشهرت زي يعني إيه اللي خلاه تنتشر بهذا الشهر الأبنه دي كان مشهور في الوقت ده كان بيكتب عبد الحليم ومحمد رشدي وعمل أغاني مهمة جداً بعد 67 قبل 67 هو عمل دوان الأرض والعيال في سنة 64 ثم عمل دوان اسم العمليات ثم دوان الزحمة وكان الأبنه دي بيكتب أغاني لعبد الحليم حافظ عبد الحليم حافظ نفسه يعني ونقدر نقول أنه كان له شهرة فنية أو شعرية ثم لما تغنى بقى له شهرة أكتر ولأن يعني من ساعة أغنية بحلب بسماءة وبيطرابها ودي كانت أغنية فجارة الدنيا فكان الأبنه دي أحد أهم الشعراء اللي معروفين كان بيزحم بصراحة جهين والأبنه دي كمان في حد ذاته كان له كاريزمة ما اللغة اللهجة نفسها ديها كاريزمة أنت كمديني أو كدلتاوي لما تسمع ده فيه حتى إلقاؤه فيه رنة معينة الشخصيات نفسها لها جاذبية يعني يعني هو لا سمسورة هي على فكرة من الممكن تبقى متخيلة لكن لها جزر في الواقع يعني فيه إحنا كنا بنتبادل إحنا مصر عاشت أشكال كترة جدا من أن الناس تسافر وتيجي أهلنا اللي كانوا في اليمن أهلنا اللي كانوا في سينة أهلنا اللي كانوا وكذا فدول حاجة غريبة هو طبعا هي حالة تكسيف لمشاعر فاطمة اللي جوزها حراجي في الغربة فبقى يعني لما نيجي نوصف حكاية إن هو لما سافر إلى الأسوان إن كان فيه مقاولين في البداية طبعا الحكومة هتجيب الناس إزاي ما هو لازم عبر مقاولين جوه البلاد فبيجيب وقال لك وإحنا سافرونا وجالوا الإنسان بـ 27 جرش وبعد كده لما رحنا هناك لجيناه بعشرين جرش واتضح إنه أساسا 30 جرش والمجاول بياخد الفرق هو هنا بيعمل ده كله في الدوان بيعمل يعني بيقول إن إحنا لكن لما راح هناك نسي كل الكلام دوا ولإنه شاف المدينة وبيقول إحنا اللي بنينا السد إحنا السد ده تبنى من عراجنا وزي ما تبعنا في الجزء اللي عراجنا دلوقتي يا فن وعلى لسان فاطنة سمعت له ستين ليل وستين شمس أيوة فده بيجسد فكرة التعب والمشقة اللي كان بيعاني منها العامل المصري حتى فيه من لو نتكلم هنا حراج الجد لو نتكلم على بونا السد فده يمكن بجملة بسيطة جدا بين المعاناة اللي كان بيعانيها العامل المصري مع برضو بجارة من هو كان سعيد إن هو بيبني السد السد الدوان ده أولا إحنا كنا بنقرأ عن السد العالي تحقيقات وربورت راجد مش عارف أيوك كده هذا الكتاب أو هذا الدوان وهذه الرسائل عرفت الناس بفرحة أو باستقبال أو بمعاناة العامل هناك في أسوان وعرفت الناس بالسد العالي هو عامل مقدمة بيتكلم فيها بيقول يعني إن السد ده زي ما أنا قلت كده ليس إنقاذا ولكن هو تفجير رتقات العامل المصري في عمل عمل إنساني وعمل وطني وعمل نبيل وعمل أبهر العالم يعني دون مزايدات ودون كل الناس اللي قالوا إن السد العالي أصلها يعمل كذا ويسوي كذا لا السد العالي لعب دور كبير جدا في مصري والعامل المصري اللي النهاردة الاحتفال بعيد العمال هو يعني ده من يكاد يكون من أنبل المشارعات اللي قدمها العامل المصري مش لمصر فقط لغيره ولكن إنساني إحنا اللي للسد العالي قد تبقى فيه كوارث موجودة واللي بنى السد العالي وهي أثر نفسي عندنا برضو خاص الحية نعم طبعا بنشكر حضرتك الشعر والمؤرخ شعباني وصفنا وارتنا فن في سباح الخير مصري كل سنة وحضرك شكرا جزيلا لحضرتك وكنا نتمنى الفقرة تقعد أكتر من كده طبعا يعني زي ما في جيل حارف في اكتوبر كان فيه بيقولوا عليه جيل اكتوبر في جيل أيضا بنى السد وكم من أبرزهم حراجي لكم